قلت لكم بارح ان عمر جابر وفق على الانتقال لنادي الزمالك على ان يحصل على 10 مليون جنيه في الموسم صافي الضرائي وان الزمالك لسه مردش عليه النهاردة احد المقربين من عمر جابر بشدة بيقول لي ان احنا بننصحه لا عمر موافق يروح الزمالك بال10 مليون قلت لي طب يعني تنصحه لا ليه ده ناديه وهو هيبقى كابتن الزمالك ومهما هيعمل في برامة زغير الزمالك الشعبية والجمهرية والتاريخ والمجد وحاجات بالشكل ده قال لي لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين قلت لكم يعني ايه الحكاية قال لي علاقته مش طيبة بمرتدة منصور ما كانتش علاقته طيبة بمرتدة منصور يعني لو الموضوع عند علاقته بمرتدة منصور شيكبالة ما كانتش علاقته طيبة بمرتدة منصور والعلاقة بقت طيبة دلوقتي وبقت زي الفل وعايش ومستمتع وحاجات بالشكل ده قال لي والأمر الآخر موضوع الفلوس إن الزمالك مفهوش فلوس هو مش يحصل على مرتدة وانتظام وهو في بيرامدز بيحصل على 20 مليون 21 مليون في الموس اللي خليه يروح يعود يحارب على مستحقات وقال ليه مش هياخد سنة مؤدم مثلا مش هياخد سنة مؤدم مثلا وبالتالي وبالتالي ده موضوع عامل تردد للنهار ده الكلام ده لكابتن عمر جابر مع المحطين به لكن هم وقق قراره وبيرغب في الانتقال إلى نادي الزمالك والعودة إلى بيته القلعة البيضاء اللي خرج منها للإحتراف في سويسرا ثم في أمريكا ثم عاد إلى بيرامدز وفي كل ده ما غابش عن منتخب مصر إلا قليلا وهو أبو الصون فيه ناس أخلاقها راقية أيا كانت هي بتلعب فيهم منها منها عمر جابر ومنها اللي أنا لمسته في أهل جدة رغم عودته من هناك محمد عبشافي يعني لما روحت قابلت جروس وعادت مع الناس هناك أنا وصديقة عبد النصر زيدان بيعشقوا محمد عبشافي بيعشقوا محمد عبشافي بيعشقوا محمد عبشافي بجد والله قلت لك يما هيبطل لازم هيبقى له مكان في أهل جد يما هيبطل يبقى له مكان في أهل جد فبالتالي وجود عناصر زي عمر جابر في نادي الزمالك مع عبد الشافي مع بعض اللعيبة اللي أخلاقها راقية أنا شخصيا معجب بأخلاقيات فرجانيساسي جدا 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 ليه واحد صاحبي صديقه وبقوة يعني وبيتبادله رئيسة على الاتس بقول لي حد متدين جدا وملتزم جدا وحاجة حلوة قوي قوي وعمر جابر أنا واثق في التزامه ده من أيام ما كان في المنتخب الشباب مع كابتل مصطفى يونس هو والجيل بتاعه بقى يعني الجيل العظيم بتاعه حجازي ومحمد إبراهيم والمجموعة دي جيل محترم وملتزم ومنضبط لكن هو عمر جابر في زن عليه من ناس مقربة منه لأطلقوا بأنفسكم إلى التهلك قالوا له ما تروحش الزمالك وهترجع تخش في خناقات وهيبقى بلك مش متاح وهتبقى تحت بقرة الأضواء خلص عقدك في بيرامدز وروح انتقال حر على الأقل هتبقى عملت الفلوس وتكون الدنيا بانت إيه اللي حصل وعمل وسوى وحاجات بالشكل ده لكن تروح دلوقتي فبيحذروه من أنه هو يروح دلوقتي والزمالك فيه أزمة مالية ومرتبه هينزل لعشرة مليون ولسه بتكلمه صافي ولا بالضرائب صافي ولا بالضرائب وهكذا فكل ده عامل ألأ رهيب جدا 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 في موضوع أو عامل تردد لعمر جابر في هذا الأمر نهاردة مستر مانويل جزي ساحر النادي الأهلي اللي حقق له أكبر عدم المبطلات وعمل مع انتصارات رائعة عيد ميلاده كل الأهلوية بيحتفلوا به على السوشيال ميديا ويعني النهاردة فيه فرح ليه وهو أشهر تصريحاته النهاردة قال إن فتح اتخذ القرار السيء وأتمنى استمراره في النادي الأهلي فيلر النهاردة بيبدأ إعجابه بكريم حلمي كريم حلمي المعار إلى نادي سموحة الباك رايت وقال إنه هو أفضل من رجب بكار مفاجأة يعني إن كريم حلمي أفضل من رجب بكار ده كلام مستر فيلر إن كريم حلمي أفضل من رجب بكار وكده المسؤول بيرامدز برضو المسؤولين بتوع بيرامدز لما إحنا كنا كريم يحيا سوري كريم حلمي ده بتاع السكويش كريم يحيا عفوا عفوا كريم يحيا اللي هو الباك رايت اللي في سموحة كريم حلمي ده ظن بتاع السكويش فالله ما صالح سيدنا النبي أنت تعرفين بقى لقعدة في البيت خلالت لأحد يهيز بتقوم تتمشى من الكرسي ده للكرسي ده من القضة دي للقضة دي وقعد في البيت وكلنا قاعدين في البيت وحاجات بالشكل ده فقال أحد مسؤولي بيرامدز قال لك نحن لم نعلن عن رحيل رجب بكار ولا عمر جابر ولا أحمد أيمان منصور ولم يطلب مننا الأهل أو الزمالك اللاعبين برضو في إطار إن إحنا كنا بنقلب الناس بتعبيرها منذ النهاردة قال لك التلاتة دول محدش طلبهم رسم للأهل طلب رجب بكار رسمي ولا الزمالك طلب عمر جابر ولا أحمد أيمان منصور رسمي ولا حتى كلام قال كله كلام وكلة لكن ما فيش حاجة بهذا الشكل وقال إن الأهل ما طلبش رجب بكار إيه تاني يا معاطي وكيل موليكا بيقول إنه هو جاكسون موليكا اللي هو مهاجم مازينبي بقول إنه هو رايح لمرسيليا الفرنسي نادي الاتحاد السكندري اليوم طلب شراء سنائي نادي الزمالك المعارق ليه أحمد رفعت ورزاق سيسي وأعتقد إن علاقة محمد مصلحي ومرتدى منصور قال جيدة هتخليهم إنه هم ينوا هذه الصفقة لإن حتى كارترون مثلا مش متمسك بهذا السنائي نارده كارترون ضرب واحدة في الكلوب قال لك محدش في حواره ما أظن معي الله كورا قال لك محدش فوضني أصلا لتجديد عقدي وإن كل اللي بتقال ده هو كلام ربما يبقى حديث الإدارة فيما بينها لكنه محدش كلمني بشكل مباشر مسؤولين الزمالك بيتواصلوا بشكل شخصي مع باهر المحمدي باستمرار لضمان العلاقة الطيبة معاه عبزاهر السققة المدير الرياضي للنادي المصري قال إن كريم العراقي لن يرحل للأهل أو الزمال هرد على أسئلة حضراتكم محمود مختار ربنا يبريك لك في ست الوالد كفر عزام حشما تفتوح الله يحفظكم هاني السيد منور يانيك من دانورك تامر التركي هاشتاك باي باي فتح مكسر الدنيا مش عارف والله غرامات الزمالك وصلت كان في إيه الغرامات أنا جماعة ما ما سمعتش خالص ما سمعتش خالص بموضوع إن الزمالك اتلغت رخصته بتاعت الاحتراف والكلام ده أنا أول مرة بسمع بالكلام ده انبارح ونهارده بتقول الناس بقولوا الكلام ده ده مش موجود ولا يميت تخذ الاتحاد لأفريقيا القرار بهذا الشأن ولا الاتحاد لأفريقيا حتى عمل اجتماع ولا لجانه بتعمل اجتماعات كل الكلام حتى بطلع تصريحات عن مسألة إن هنشوف هنستكمل دور الأبطال إزاي هنشوف هنلعب في يونيو ولا مش هنلعب منتخبات المباريات الجولة التالية في تصريحات كأس الأمم الأفريقية عشرين واحد وعشرين فبالتالي أنا ما سمعتش خالص بهذا الموضوع يا ريت يا كابتن ما هتطلع بالبس بدري أنا بطلع به تسعة والله على اليوتيوب وبعدين بنروح على الفيس عشان الزميل عبد الناصر زيدان بيطلع 11 لو عاوزين نطلع تمانية بعد كده نبقى نشوف والله لو عندي قناة كنت قولها هتشتغل فيها ميدو محمد قول يا رب ربنا يرزقك يا عم ربنا يرزقك محمود مهر السيد الله يحفظك يا محمود محمد يونس أخبار موليكة ما أنا قلتلك موليكة رايح لمارسيليا الفرنس وفقا لوكيله وأنه قلتك كده 60% غالبا رايح لهناك لكن الأهل لم يطلبوا بشكل رسمي نهائيا الفارس الفارس الله يحفظك ده كلام طيب ربنا يبارك في عمرك محمد جمال أحبك الله لازق أحببتنا فيه مايكل جيرجس كل سامة طيب يا مايكل أنت وكل الإخوة المسيحيين في جميع أنحاء العالم بمناسبة عيد القيامة المجيد ودخل علينا شام النسيمة هو كان نفسنا ننزل ونروح الجنين ونروح الدنيا بحالها لكن هذا قضاء الله أو قدر الله زي ما قال سيدنا عمر نفر من قضاء الله إلى قضاء الله لما كان رايح بلاد الشام وأظن كان سيدنا أبو عبيدة بن الجراح أو حزيفة بن اليمان قال له يعني أن فيه البلاء وكده ما اللي جيه التالت بقى اللي جيه كانت دهية عمر بن العاص هو اللي قال تفرقه في الجبال والسلال والتلال وبعد كده للقضاء على الوباء واللي عمل بقى فكرة الحظر سيدنا عمر بن العاص رضي الله عنه وأرضاه وبالتالي قال سيدنا عمر لما رجع على المدينة قال نفره من قضاء الله إلى قضاء الله فلازم كلنا نلتزم بالمسألة دي عبدو الفنان ربنا يحفظك يا عبدو أحمد الشحات ده أنت اللي نجمي يا عم برامد زي صرف النظر عن فتحي عادل ربيع الله أعلم برامد زي لامي يعني الرسمي لأنه تعاقد ولأنه صرف النظر هنشوف إيه اللي هيحصل عبد الحميد أحمد محمد ربنا يحفظك عبد حميد فاروق محمد صعب فتحي يرجع للأهل الله أعلم عمد نظيم ده نورك يا نجم ده نورك أنت تامر كب وأهلا بك يا تامر محمود مختار ربنا يحفظك العباية حلوة والله كنا جايبينها من مكة المقرمة دلوقتي لا بنلبس عبيات ولا بنلبس هدوم الواحد بس عاد دلوقتي يقولك إيه يلا نلبس لبس خروج ونقعد بقى في الصالون نقعد في الأنتريه نتمشى في الشقة كده هنعمل إيه هنعمل إيه يفرجها علينا الكريم بحق جهة سيدنا النبي عمر أبو المعاط والله إيه على الجنب عمر الناس بتسألك في رأيك بتقولك هل أنت مع عودة أحمد فتح للنادي الأهلي أم لا عل صوتك هو في حالة استكمال الدوري لو لعب برجولة وحسنا أنه هو بجد حابب يرجع لا أهلم بعودته الله يعني الكابتن عمر قالك يرجع خلال أن يدي له فرصة ثلاث شهور بتوع عودة الدوري ولو حسنا أنه بلعب برجولة وحريصنه يبقى في الأهلي يعمل إيه أهلم بي فتح ده الكلام ده لو مفيش بيرامدس لو مفيش بيرامدس انت زعلان منه طبعا عشان كلمت ووعدك وخان وعده معاك أنا بشكركم ربنا يحفظكم جميعا ويبارك فيكم والله اللي انتوا بتقولوا ده وسام على صدر أنا بشكركم جميعا بشكر كل الفنز اللي بيتابعوني والله العظيم جزاكم الله خيرا وربنا يبارك فيكم ويحفظكم ويسطرها معاكم ويخلي دخلة رمضان علينا بحق جاه سيدنا النبي وقال بايته الكرام دخلة خيه ليه يا عمي بس لا إله إلا الله كما أنا أقول لك حتة بس على اشتمتك ديها أول حاجة نحن البشر يرحمون بالحيوانات البشر يرحمون يرحمهم الله بالحيوانات إزاي؟ أقول لك الحديث القدسي واقفل معاك عادي إن حد يشتم عادي يعني هو حر هو حر يشتم هي صحيفتك وفهم لا الحديث القدسي بيقول لو لا شباب خشع وعجائز ركع وأطفال رضع وبهائم رضع بيجروا كده لا خسف بكم الأرض فأنت داخل تشتم وكذا وكذا يا عمي ده البهايم دي انت مش عارف ده نعمة ما لو الناس كبت تاكل البهايم ما كانتش الخفافيش ما كانتش جاد الكورونا صلى على يشفع فيك صلى على يشفع